بسم الله الرحمن الرحيم وبيهنا استهينا والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اما بعد. النهاردة يا جماعة باذن الله معانا فكرة ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة. وهو لو عندك بسكت زي ده وبسكت مكسور راح تددها وتستغلوه بطريقة كويسة وتعمله منه شكل جميل جدا. والنهاردة باذن الله هيكون معانا بدائل يعني كل حاجة هاستخدمها هاكلها بديل فاكيد هتلاقي البديل عندك او هتلاقي الخامة اللي هاشغالين بها موجودة عندك ان شاء الله. طب بنجيب البسكت بنشوف الكسر بتاعه بنزبطه على الكسر بحيس ان هو ادينا شكل كويس. بعد كده بنجيب اي لون اسود ما فيش مشكلة زيت بلاستيك اي لون هيشتغل ما فيوش اي مشكلة. تمام بنبدأ بعد كده نجيب لون اللون اللي هو الداخلي. بنحاول نجيب لون قريب للفكرة اللي احنا بن اه اللي احنا هننفسها. هو اللون معانا اللون اللي هو اه اخدر غامق. لون كويس جدا يعني هيكون شكله مناسب. بنبدأ بعد كده نجيب اللي هو الفل الابيض. طيب ما عندكش الفل الابيض ده بالنسبة للجزء اللي تحت. ممكن تستخدم مسلا لو حتة قماشة بحيس ان انت تعلي بيها بس. ما فيهاش اي مشكلة خالص. وفوق هتحط ورق ورق فويل. اه اللي هو ورق الالمونيا. طبعا ورق الالمونيا كلنا عارفينه اللي هو بيستخدم في المطابق. بتبدأ تعمله بنفس الطريقة دي بحيس ان هو يكون فيه سنة ميل يعني يكون فيه ميل خفيف. طبعا ميل خفيف لقدام. بعد كده بتبدأ تعمل شكل سلم او شكل اه درج. بنفس الطريقة. طبعا لو ما عندكش فيه الابيض زي ده ما فيش مشكلة. هتستخدم برضو ورق الفويل. ورق الفويل كويس جدا وهي هيضل غرض يعني ان شاء الله. تمام بعد كده عملنا الشكل كله معنا. بكون معنا بنفس الطريقة. طبعا احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نستخدم خمات آآ بسيطة. في حاجات انا ممكن اعملها بس هتكون مكلفة. عشان كده انا ما بحبش آآ اتعمق في الحاجات اللي هي بتكلف كتير. عشان خاطر كل حد عنده حاجة ممكن يعملها عادي التدوير ويستخدمها او يستفيد به. تمام بعد كده بتبدأ تجمع كله بالفل. ده معجون معجون حوائط. طيب ما عندكش معجون حوائط زي ده اسمنت ابيض وعليه غيرة. وتخلي القوام بتاعه سهيل. هيقدر غرض برضو. يعني هنحاول على قد ما نقدره ان احنا نحطه بدايل عشان خاطر كل الناس تبدأ تعمل وتشتغل واللي عنده حاجة هيقدر ينفسها او يستغلها ويعمل لها عادي التدوير. تمام بتبدأ تتهينه بعد كده بالمعجون او بالاسمنتة ابيض والغيرة. تمام. بتبدأ تتهينه كويس وبتسيبه يعني بتسيبه حوالي ست ساعات بحيس ان هم ايه يعمل طبقة كويسة. ودي مهمتها ان هي بتخلي بتعمل بعض التجعيد الخفيفة وبتغفل مسام الفل عشان خاطر بعد كده لما تتهن يبان يعني الدهم بتاعك يبانه يظهر كويس. تمام بتبدأ بعد كده بالفل الابيض. بتبدأ تعمل زي اللي هو المباني او الطوب الحاجات ديت يعني بتكون شكلها كويس في الاخر وبتدي عشان خاطر المجسم اللي معك والشكل معك في الاخر يظهر معك شكله كويس. تمام بتجمع كله بنفس الطريقة. طبعا يا جماعة اي حد ليه سؤال او استفسار اي حاجة كلموني وانا يعني ان شاء الله ارد عليكم. واي حد عايز يشتغل او بيسال علي حاجة يكلمني وانا هرد عليه. اسيب لكم طبعا رقم الواتس وصفحة الفيسبوك صفحة افكار مصرية على الفيسبوك اسيبه لكم في في الديسكريبشن او في وصف الفيديو. وعايز برضو اقول نقطة مهمة جدا الناس اللي بتتكلم عن التسويق يا جماعة لو انت عندك معرض او مكان هتعرض فيه اشتغل عملية منتج. لو انت ما عندكش وحابب ان انت تشتغل اختار منتج يكون شغال عندك لول يعني انزل شوف السوق محتاج ايه واشتغل على منتج واحد وركز فيه او فكرة واحدة او اتنين بالكتير وركز فيهم كويس بس شوف سوق الاول يعني شوف التسويق الاول هيكون معك ازاي واتفق مع الناس اللي هي مهتمة بالمنتج ده ووريهم صورة من منتج بتاعك يعني عامل عينة وتشوف الاول وبعد كده تبدأ تشتغل عليه كويس ولكن لو انت عندك معرض اعرض فيه كل شغلك ما فيهوش اي مشكلة عشان خطر برضو فيه ناس كتير بتسأل على موضوع التسويق يعني عشان تكون كل حاجة واضحة. ويسيب لكم رابط مشروع الخمسين فكرة طبعا للناس اللي اول مرة تدخل طبعا الناس اللي معنا طبعا اه اه اشتغلت اه فيه ناس كتير اشتغلت على الموضوع والحمد لله وربنا كرامها. وفيه جروب على الواتس هسيب لكم برضو الرابط بتاعه واسمه بازن الله في في الوصف مهم جدا تدخلوه ده يا جماعة ده جروب اه كلنا باه بندعم بعض فيه وكلنا بنظهر شغلنا البعض وفيه جروب تسويق برضو. يعني هتدخل الجروب ده هتدخلك على جروب التسويق لو عندك شغل هتصيرو. الناس كتير بتدخل بتبقى عايزة تشتري المنتجات ديت. هتمنى اه تدخلوه. هو اللي مسك الادارة الاستاذ الناجوة. هتدخلوه هتتعرف على انسانة كويسة جدا ونشيطة جدا. تمام. بتبدأ بعد كده تجيب سطح اللي هو السطح الزاز. بعد كده بتتهينه فازلين ما عندكش فازلين بتتهينه اي زيت عندك اي زيت اكل موجود بتتهينه ما فيش مشكلة. بعد كده بمسدس الشامع بتبدأ تعمل شكل الشلال ده. بتسيبه عشر دقيق وبعد كده بتبدأ تفكه بيطلع معك بسهولة جدا لان انت عازل بفازلين او بزيت. وبتبدأ تلزاوه بالشامع برضو بنفس الطريقة. بيكون معك شكله كويس جدا. طبعا بتاخد ماس من فوق وماس من تحت وبتعلم على اللوح الازاز وبعد كده بتحط بتحط الشامع بتاعها. تمام بعد كده بتجيب اللون اللون اللي هو اللغدر اللي بيكون بين الصخور. اللون ده بيجي معك الاصفر والبيجي معك بالاصفر واللغدر والبيض. بيطلع معك اللون ده وسينة زرقة. طيب انا رفعت فيديو قبل كده اللي هو بتاع الحشاش اللي هو بيعمل الحشاش او النجيلة. او تعمل ممكن تعمل شجرة. هسيب لكم الربط بتاعه برضو في الوصف. لو حبيتوا اتعرفوا ازاي الحاجات دي بتتعمل حاجات مهمة جدا. بتزهر الشغل وبتزهر الدكور الكامل للشغل وجمال الشغل بصراحة. بعد كده بتحط الشامع بتاعك. ولو عندك اي شكل بحاجات اللي هي زي الحاجات اللي بتبقى موجودة في المية ديت ممكن تزويتها بيها. بعد كده بتحط الورد. واعملكم فيديو بازن الله ازاي تعمل ورد بنفس الشكل ده. طبعا الورد ده جاهز. فيه ورد تانية هنعمله بنفس الطريقة بازن الله. بيكون الشكل معك كده الحمد لله يعني جاهز ويكون شكله كويس جدا. بكل بساطة وكل سهولة. انت استغلت حاجة عندك هترميها. يعني بسكت مكسور هتعمل بها هترمي. لا انت دلوقتي عملت بشكل كويس. اه وحطته مسلا عندك في او في اي مكان عندك كويس. شكله جميل جدا. اه بحاجات بسيطة. انت ما استخدمتش حاجة الا فل وشامع يعني مافيش وبعض الالوان يعني عينات الوان مش الوان كتير. وبكون شكل معك كويس يعني ما فوش اي مشكلة بازن الله. طبعا ده يا جماعة حاجة يعني رب تعجبكم وهسيب لكم ان شاء الله كل اله هو رابط اللي هو وصف مشروع الخمسين فكرة. ياريت تدخلوا فيه وتشوفوا الافكار اللي قبل كده بازن الله تعجبكم ان شاء الله. وفي قناة يا جماعة ياريت تدعموها سبع لكم في اول تعليق ان شاء الله. اه وربنا يوفق الجميع يا رب ويكون خير لجميع. دي بعد ما تعليق طبعا متعلق في عندي في المعرض شكلها جميل جدا. اه شكل جديد من من اشكال الشغل او اشكال الريسايكل او عدد التدوير. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بازن الله. ما تنسناش اللايك والشير ولوليك اي سؤال او كومنت اتمنى تسيبه لنا في اه في تعليق وارود تعليق على طول. حابب تسأل عن اي حاجة وحابب تتواصل معنا او تستفيد من اي حاجة او في اي حاجة واقفة معك في تسوية في اي شغل اللي ممكن تتواصل معنا. وان شاء الله ربنا يا رب يوفى الجميع والكل يا رب ربنا يوسع ارزاكم. وشكرا جدا لكل الناس اللي بتدعمنا. الناس كتير والله حابب اشكرها شخص شخص بامانة الله الناس كتير بتدعمنا بالكلمة الحلوة بتدعمنا بالتشجيع. بتدعمنا ان هي بتنشر شغلنا على الواتس وبتنشر شغلنا هنا وهنا وعال فيسبوك. دي الناس دي كلتها اه احنا شغلين بدعمهم وشغلين بحبهم لنا. اه وشكرا لحضراتكم وتمنى يكون الفيديو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة نانسي قنقر